ايمان الطوخي سنتحدث بالتفصيل عن فنانة حساسة حياتها كانت بيئة قصبة للشائعات والأقاويل حتى بعد اعتزالها سنتحدث عن ايمان الطوخي الفنانة وأيضا عن حياتها الشخصية لذا تتابعونا إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو اسمها الحقيقي إيمان محمد كمال الطوخي وهي ابنة الفنان والإذاعي الكبير محمد الطوخي وبسبب اسمها كانت أول شائعة تتلقاها فأشيع في أول ظهور فني لها أنها ابنة المقرئ محمد الطوخي ولكنها نفت تلك الشائعة الفنانة إيمان الطوخي من موليد محافظة القاهرة يوم 11 يناير من عام 1958 تخرجت من كلية الإعلام قسم الإذاع والتلفزيون بجامعة القاهرة عام 1980 وهذا ساعدها على الوقوف أمام الكاميرا والمايكروفون دون رهبة أو خوف لتخطو أول خطواتها في الفن رغم قلق وخوف والدها من صعاب الوسط الفني وعدم قدرتها على العيش فيه إلى جانب خوفه على صحتها الضعيفة منذ صغرها ولكن سرعان ما تلاشى خوفه بعد تحقيق النجاح الكبير لدورها في الجزء الثاني من مسلسل رأفة الهجان والتي قامت فيه بدور إيستر بولونسكي ورغم نجاحها الفني إلا أنه كان لعنة عليها في نفس الوقت بعد هذا النجاح كان يجب أن تنتقي أدوارها وبواقع الحال انتظرت إيمان سنوات عديدة لتخرج بمجموعة من أجمل وأحلى الأعمال الدرامية بداية بمسلسل بوابة الحلواني ثم ألف ليلة وليلة ثم رحلة فطوطة السحرية ومسلسل الأطفال الشهير كوكيكا ليصطع نجمها في الدراما التلفزيونية ولم تقتصر على الدراما فاتجهت للأفلام السينمائية وشاركت في عشرة أفلام لحرصها الشديد على انتقاء أفضل المعروض وعدم المجازفة ومن الأعمال التي قدمتها في السينما اللقاء الدامي دماء على الأسفلت لا تدمرني معاك الحكم آخر الجلسة بيت الكوامل والمسلسلات التي قدمتها المسلسل التاريخي الطريق إلى سمرقند ألف ليلة وليلة رأفة الهجان الجزء الثاني بوابة الحلواني رابعة عود كوكيكا رحلة فطوتة السحرية جمال الدين الأفغاني كما سطع نجمها في مجال الفن الغنائي بداية من ألبومها الأول لتحقق مجموعة من أجمل وأنجح الأغاني والتي كان أكثر رواجا منها وغنت أيضا العديد من الأغنيات الناجحة مثل البنية وأنا وأنت والقمر مع بداية ألبومها الأول النظرة الأولى تعرفت على الملحن محمد ضياء والذي كان سببا في ارتباطهما ليتم خطبتهما ولمدة ثلاثة أعوام وللأسف لم تتوق بالزواج لرفض إيمان فكرة إنجاب الأطفال أعجب الفنان أحمد زكي بالفنانة إيمان الطوخي عام 1997 وكان يحضر حفلاتها باستمرار ويجلس في المقعد الأمامية وحاول لأكثر من عام ونصف أن يجعلها توافق على زواجهما ولكن محاولاته باءت بالفشل بدأت الفنانة إيمان الطوخي في الاختفاء عن الساحة الفنية تدريجيا عام 1997 وقررت اعتزال الفن نهائيا عام 2003 أكثر من شائعة أصابت الفنانة إيمان الطوخي ولكن أشهرها هي ارتباط اسم الفنانة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وقالت الشائعة التي ثبت عدم صحتها أن مبارك كان معجبا بها وتزوجها ولكن عندما علمت سوزان مبارك بالأمر طلبت من مبارك تقطيقها وقد طلقها بالفعل ولكنه كان قد أنجب منها ولدا وهو ما نفاه عدد كبير من الفنانين وسياسيين لاحقا وبدورها لم تنفي الفنانة إيمان الطوخي في هذا الوقت هذه الشائعة ولم تؤكدها بل تجهلت الأمر وقالت تلقيت الأمر بشكل كوميدي جدا ولكن تدريجيا بدأت هذه الكوميديا تتحول إلى التروجيدي الأسود فالجميع اتفق على التلفيق دون تحري الصدق والدقة آخر تصريح صرحت به الفنانة إيمان أثناء ثورة يناير عام 2011 وقالت انت بدني حالة صدمة وذهول وأنا أشاهد هذه الولادة الجديدة للشعب المصري في ثورة 25 يناير وكان هناك إحساس منقسم بين الاشتراك في الثورة أو المشاهدة من بعيد ولكن هناك ثمن غال جدا تم دفعه من دماء شباب هذه الأمة بكل الشجاعة وإقدام فهذا الشباب دفع حياته ثمنا للحرية